بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزيدنا علما إنك أنت السميع العليم نرحب بكم في المحاضرة التاسعة لمغرر نظم المعلومات الإدارية لطلاب الانتساب بعمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن برض جامعة الملك فيصل ومعكم دكتور عثمان الوسيلة قسم نظم المعلومات إن شاء الله في هذه المحاضرة الموضوع الأساسي سنواصل ستكون امتداد للمحاضرة السابقة عن نظام قواعد البيانات حدثنا عن الجزء الأول اليوم سنواصل في الجزء الثاني لقواعد البيانات من المواضيع سنتحدث عنها سنتحدث عن مخازن البيانات Data Warehouses أدوات الذكاء الاصطناعي البيزنس انتليجنس الانترنت وغواعد البيانات متعددة الوسائط كذلك سنتحدث عن ربط غواعد البيانات بيانات الموسط الداخلية بالانترنت وحنشوف المطلبات الإدارية لنظم المعلومات المطلبات الإدارية لنظم غواعد البيانات لو جينا اتحدثنا عن Data Warehouses أو مخازن البيانات طبعا هي عبارة عن مخازن أو عية تستخدم في غاية البيانات ضخمة جدا حيث تستخدم في حفظ المعلومات الحالية والتاريخية ذات الأهمية بالصلة في المنظمة لو أخذنا مثال لجامعة الملك فيصل عن Data Warehouses أكيد بتمتلك Data Warehouses أو مستندات بجميع بيانات الطلاب والمنظفين أو كل القوى البشرية من بداية تأسيسة سنة 1975 حتى يوما هذا حتى تمثل مرجعية لكل البيانات معناها هي Data Warehouse مهمة جدا لأنه هي عبارة عن مخازن أو عية تستخدم في جميع المعلومات الحالية والتاريخية والمستقبلية ذات الصنة بغرض الاسترجاع إليها في أي لحظة يعني ممكن أن تسترجع أو تأخذها في أي لحظة يقوم مزر هذه البيانات من أنظمة التشغيل الأساسية والمصادر الخالجية يعني تستمد بيانات من اتنين أنظمة التشغيل الأساسية وأنظمة التشغيل الخالجية التي تضم المعاملات المنجزة خلال الموقع المؤسسة على الإنترنت يعني أنت تستطيع الوصول إليها عن طريق مواقع الإنترنت كذلك يمكن أن تكون أنظمة قديمة وطبيقات غوية بنات علايقية وكائنية التوجه وبيتكون أنظمة معتمدة على لغة الـ HTML ولغة الـ XML HTML اختصارا هي الـ HyperTex Markup Language أما الـ XML اختصارا يعني Extension Markup Language لذلك فهي بتكون في شكل مواعد بيانات علايقية أو كائنية التوجه بتعتمد زي ما قلنا على لغة الـ XML ولغة الـ HTML يتم نسخة البيانات المدخلة في هذه التطبيقات المختلفة ممكن تكون رواتب ممكن تكون تسويق ممكن تكون مبيعات ممكن تكون مستريات في مغزن بيانات بغدر الحاجة يعني تخزن على غدر الحاجة ممكن تكون على كل أسبوع يوميا ممكن تكون أسبوعيا ممكن تكون يعني هي فليكسبيلتي عندها مرونة عالية جدا يتم دمجة وحدة البيانات كي تضم كامل البيانات التي تحتاجها الإدارة يعني شنو يمكن دمجها ويصبح بالإمكان استخدام من غبل المؤسسة لتحليلها واتخاذ الغرار من غبل المؤسسة طيب الفائدة منها شنو غير إنها تحفظ البيانات للمؤسسة أيضا تساعد في عملية اتخاذ الغرار القرار لأي مؤسسة بيحتاج لديتا بيحتاج لبيانات إذا نهيب تستمد أو الإدارة بمختلف البيانات حتى تسهم في عملية اتخاذ الغرار زي ما شايف في الشكل مخازن البيانات أو الديتا بيرهاوسس ممكن تكون بيانات تشغيلية ممكن تكون بيانات خارجية ممكن تكون بيانات تاريخية تخزن في الوعاء الوعاء ويحتاج صلي عملية فهرسة أو إينديكسيس ليش حتى تسهل عملية الاستفسار والاطلاع عليها وكذلك تستاعد في عملية إسسال تقارير أو إنشاء تقارير هذه هي غواعد البيانات ومصادر إن إحنا زكناها قبل شوية الآن خارجية تاريخية تشغيلية أو من أي مصدر آخر يجب تصميم قعد البيانات بعناية من قبل المختصين بالإدارة يعني دائما هي بيتم تصميم بعناية كبيرة جدا لماذا؟ حتى تضمن إمكانية توفير المعلومات الصحيحة لاتخاذ الغرار المناسب يعني هم جزئية فيها غير إنها بتحفظ المستندات هي بتساعد في عملية اتخاذ الغرار لدى المؤسسات هناك مصطلح أيضا آخر قريب منها هو سوق البيانات أو وطبعا دا يا أخوان مخزن سقير يختص بملخص البيانات أو مركز بعناية جدا لخدمة مستخدمين محددين أو أهداف محددة يعني هو ممكن يكون يكون أصغر من ليش؟ لأنه يكون مختصر جدا يكون مكثف إنتنسف عشان يخدم لي فيها محددة أو مستخدمين محددين أدوات الزكاة الاصطناعية البزنس بمجرد أن يتم إنشاء مدخل البيانات أو سوق البيانات فإنه يصبح معدل الاستخدام يعني مجرد ما يت أنشأته يكون جاهز لاستخدام بواسطة وسائل التحليل المختلفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إذن دور الزكاة الاصطناعي أو البيزنس وعلاقته بمخازين البيانات هو يستخدم لعملية التحليل أو كأداء تساعد في عملية تحليل البيانات هذه الأدوات أيضا تستخدم تستخدم مخازين البيانات من أجل الوصول إلى استنتاجات مثل العلاقات المستترة لو في علاقات نخفية أو الأنماط الجديدة حتى تساعد في عملية اتخاذ الغراب بتشمل هذه الأدوات أيضا تحليل البيانات مدعدة الأبعاد الملتي ميديا دايمنشنل والليهن نحن نسميها الأولاب وكذلك تستخدم تنقيب البيانات الديتا مايني إذن هؤلاء الأدوات التي تستخدم في تحليل البيانات أن نحن بسميناها بالزكاة الاصطناعي وتستخدم مع الديتا بير هابس ومخزن البيانات هي نوعين تحليل البيانات متعددة الأبعاد وتحليل وتنقيب البيانات أو ما يسمى بالديتا زي ما شايف في الشكل هذا هي الأولاب زي ما قلنا وده يا أخواننا شايف سلاسي الأبعاد يتيح للمستخدم الرؤية أكثر من منظور باستخدام اتجاهات متعددة يعني يتيح لليوزر ينظر بالبيانات من أبعاد مختلفة كل محتوى منها يعني كمثال من هذا الشكل ممكن البيانات يحدد لك فيها المنتج السعر التكلفة وهكذا لو تحدثنا عن مصطلح تنقيب البيانات وقلنا واحدة من الأدوات التي استخدم أدوات الزكاة الصناعي في عملية تحليل الديتا بيرهاوسيس يستخدم التنقيب في البيانات وسائل متعددة لأكتشاف أنماط خفية يعني هو يستخدم أدوات متعددة عشان يستخدم إذن هو يكسب العلاقات المخفية واستنتاجات كذلك يساعد في التنبو بمستقبل المنظمة والإرشادات التي تساعد في عملية اتخاذات الغرارات طيب نوعية البيانات التي يمكن تستخدمها بتكون ارتباطات association وبرضو بتكون متسلسلة ايضا ممكن تكون متسلسلة البتكون مرتبطة كمثال يمثل بتمثلي احداث او بيانات عن مذجر مثلا او دارين نشوف نسبة الشراء للمشروب الكولا او اي نوع منه كذلك ايضا بتكون متسلسلة ودي بتكون الاحداث المرتبطة خلال وقت معين مثلا اشتراء منزل في فترة محددة وهكذا عندنا ايضا من الادوات التي تستخدم في ادوات الزكاة الاصطناعي او المستخدمة في تحليل data warehouses اللي هو التصنيف classification والتصنيف يكتشف امات او يقوم باكتشاف امات هذه الامات بتكتشف مجموعة من العناصر التي يتم تصنيف الى مجموعات من الفرضيات يعني شنو بيقوم بيستخدم لي في تصنيف عناصر الى مجموعة من الفئات مثلا شركة بطاعة الاهتمان تكون مشغولة بعدا فقدان اي من العملاء وكذلك عندنا من الادوات التجميع او وطبع عندنا بيعمل بصورة مشابهة للتصنيف عندما لا يكون هناك مجموعة تم تحديد بعد يعني ويعمل بنفس تقريبة من طريقة التصنيف وفي حال لا تكون هناك مجموعات تم تحديدة وفي هذه الحالة تستخدم هذا الطريق لاتشاف مجموعات مختلفة زي شنو مثل تكسيم العملاء الى مجموعات حسب اتثمارات للاشخاص ايضا من الطرق الفوركاستنج او التنبو وطبعا دي اخواننا بتستخدم مجموعة من القيمة الموجودة للتنبو عن ماذا لمساعدة المدراء في التوقعات او فهم الزبون او نقدر نقول يتيح للمؤسسة ان تتنبع عن عدد المبيعات او كمية المبيعات خلال في المستقبل خلال التعامل مع الزبون اه يستخدم كذلك تنقيب البيانات لدوفير معلومات للتسوق اه عن طريق انشاء رسائل ممكن تكون شخصية ممكن تكون فردية ممكن تكون في شكل مجموعات وهكذا ايضا يستخدم لتزويد الغطاعات والاقساء مختلفة بالمعلومات التي يحتاجونها فبرضو يزويد اه يوجد تطبيقات ايضا في تنقيب البيانات اه تستخدم في مجال الادارة والمجال العلمي يعني دائما تستخدم في تطبيقات او خاصة بالتنقيب البيانات بين استخدام في المجال العلمي ومجال الادارة عملية التنقيب البيانات تعتبر وصيلة قوية جدا وربحة لكن عيبة تقوم بانتهاك الحرية الشخصية الافراد يعني عيب تنقيب البيانات للأسف يعني بس هو بانتحك من خلال تجميع بيانات من مصادر مختلفة ليش اخواننا هو يعني ممكن يسبب في انتهاك الحرية لانه للأسف بجميع بيانات من مصادر مختلفة ده يمكن عيب من عيوب التنقيب البيانات رغم غدرة الكبيرة على تحليل البيانات تخزم وقع البيانات على صفحات مترابطة فيما بينها الصفحات دي ممكن تكون في شكل صورة ممكن تكون في شكل صوت ممكن تكون في شكل فيديو نحن باستخدام غواعد بيانات متعدد الوسائط نحن نسميها الهايبر ديتابيس ايضا نقطة تانية تخزم مواقع الانترنت معلومة او مجموعة من الصفحات هاي الصفحات بتكون مترابطة ممكن تكون في شكل صورة او صوت او فيديو باستخدام غواعد البيانات متعددة الوسائط او نحن نسميها بالهايبر ميديا ديتابيس غواعد بيانات متعددة الوسائط هي ايضا غواعد تخزن قطع على شكل العقود مترابطة هذه العقود او متصلة مع بعض على البعض وبتكون دايما على تاخذ شكل الشبكة يمكن ان تحتوي هذه العقود على نصوص ممكن تقطعه على رسوم ممكن تكون على فيديو ممكن تقطعه على برامج هكذا لا تتبع عن تلبحس اي معلومات تنظيم محددة مسبعا يمكن المستخدم بالمغابل اتصال الفور بالمعلومات المرتبطة من خلال اي نوع من انواع المشاه ايضا تسمع غواعد البنات معدل الوسائط المستخدمين بالوصول الى المواضيع على المواقع الانترنت وبالترتيب الذي يراه مناسبا يعزن هي هي ممكن تستطيع ان تستخدمها حتى ترتب المواضيع على شبكة الانترنت كيف تتم عملية ربط غواعد البيانات بالانترنت طبعا يا اخواننا البيانات او عملية ربط البيانات الداخلية او للمؤسسة مع الانترنت عملية هي يعني زاتة جدوى كبيرة او زاتة فايضة عظيمة ليش اخواننا حتى تتيح للمستخدمين التواصل مع المؤسسة من اي مكان ليش لانها الان اصبحت تعمل على شبكات الانترنت طيب اتخيل انه اذا هذه المؤسسة لها نظام وعندها شبكة لكن غير مرتبطة بالانترنت فللأسف بيكون فقدة ميزة كبيرة جدا اللي هو التواصل عبر اي موقع جغرافي يعني انت الان بمجرد نعمل تلي كوبصايد على سبكة الانترنت يستطيع اي فرد داخل البلد او في اي خارج او من اي موقع في العالم التواصل مع هذه المؤسسة وامكانية تبادل البيانات والمعلومات واهم مفايدة كمان انك يتاح لك انك تدير اعمالك او من اي موقع يعني اذا لو سافرت مدير الاعمال مثلا سافر او كان خارج المكتب او كان في اي موقع يستطيع ان يتواصل مع مؤسسة الداخل عن طريق هذه الموقع وبما انه طبعا برامج قوعد البنات لا تستطيع تفسير اوامر html يقوم خادم الانترنت بتمرير طلبات الى برامج برامج مختص ويقوم بتحويل اوامر ال html الى تعليمات ال sql طبعا شرحنا ال html او نحنا قلنا هي اختصارا تعني hypertext markup language ودي اخوان اللقاء بتستخدم في تصميم مواقع الاوب فلذلك بتقوم خدمات الانترنت زي ما ذكرنا بتمرير طلب الى برنامج دو خصص يعني بتحويل يعني بحول ال html الى sql او نحنا بنسميها لغة الاستيار المهيكلة اتحدسنا عنها سابغا اختصارا select query language ويمكن معالجتها من قبل نظام ادارة قوعد البيانات اللي تعمل على يعني نحنا بيمكن نستطيع نستطيع ان نحول الى داخل او نستطيع التعامل معها عن طريقة قوعد البيانات ونحنا قلنا ال sql او عن طريقة ممكن تنشئ جدول او تنشئ قوعد البيانات او تعدل او تحسف او هكذا او تبحث عن معلومات دي كلها صفات مرينة جدا مثلا من يزبيها ال sql مغارمة بال html في بيئة الخادم والعميل ايضا يجهز نظام البيانات في حاسب خاص يسمى غاعدة بيانات ان يقوم برمامج الميدوير بتحويل المعلومات من غاعدة بيانات المؤسسة الداخلية في الخلف الى غاعدة الانترنت يعني بحول بيانات غاعدة المؤسسة الداخلية الى خاعدة الانترنت للتوصيل الى المستخدم بصيغة صفحات الانترنت عشان نوصل الى صيغة صفحات الانترنت اللي هو ده برمامج الميدوير طيب يا اخوان عملت الربط كيف نحن ما هي جدوى او ما هي الفائدة ان نحن بنستفيد من ربط غاعد بيانات المؤسسة الداخلية بالانترنت فواهد كثيرة جدا اول هذه الفوايد يعتبر متصفح الانترنت سهلي جدا في الاستخدام ولا يطلب تدريبا كثيرا كما هو الحال مع الادوات الاستخدار لغاعدة البيانات الصديقة وطبعا يا اخوان متصفح الانترنت اممكن ذكرت لكن ما مشكلة لا بس نتكلم عنه تاني او ما يسمى بالانترنت اكسيبلورا ده يبارة عن متصفح يتيهليك التواصل او الولود الى شبكة الانترنت ونحن عندنا منه انواع كثيرة عندنا جوجل كروم وعندنا انترنت اكسيبلورا وعندنا سفاري وعندنا دغريبا دي اشهر الانواع المختلفة عندنا موزيلا فيرفوكس برضو دي كلها اشهر انواع المتصفحات اذا كون احنا ربطنا المواقع او المؤسسة الداخلية او المنظمة مع الانترنت معناها من السهولة جدا الوصول اليها عن طريق المتصفحات اللي ذكرت اهنفا ايضا من فوائد اه ربط غواعد البيانات لا تطلب واجهة متصفحة الانترنت تغييرات في غواعد البيانات الداخلية يعني ما بالضروري انا اقير اه في واجهة المتصفح اذا انا اضربطها ايضا تزيد المنظمات استثمارات اه بالانظمة الغضي لانه تكلفة اضافة موقع الانترنت امام نظام نظام الاضي اقل من اعادة تصميمة ليش يعني ليش يا اخواننا قلنا لانه تكلفة اضافة موقع الانترنت اسهل بكتير جدا من انك تكون شنو باعادة او انشاء موقع جديد وطبعا اخواننا انشاء موقع جديد هذه مسألة مقلفة جدا اه ذكرناها برضو او الان نسكور ان شاء الله في هذه الان يمكن يكون في المحاضرات القادمة بتمر بعدة مراحل مختلفة فبالتالي بتكون مقلفة وتأخذ كثير من الوقت ومن الارجود ويجد اعتبر ايضا من فوائد ربطة وعلى البنات المؤسسة الانترنت ايضا ادد عملية الوصول وعلى البنات العام من خلال الانترنت الى انشاء فرص وكفاءات انتاجية جديدة يعني ادد عملية الوصول وعلى البنات من خلال الانترنت عشان تنشي اليه فرص وكفاءات انتاجية جديدة حتى الى تقيير تأدية الامال يقول لا يا اخواننا يمكن يكون احنا فوائد بتجنيها المؤسسات كذلك الافراد من رب عملي بيانات المؤسسة الداخلية بالانترنت طيب المطلبات الادارية لنظم غواعد البيانات هناك مجموعة من المطلبات تطلب انظمة غواعدة البنات المؤسسة التعرف على الدور الاستراتيج للمعلومات ونحنا ذكرنا المعلومة هي بتلعب دور كاساسي جدا الان في الصابق ما كان بدوها اهتمام من العمليات المهمة لدى المنظمة لذلك تطلب الدور الاستراتيج المعلومات البدء بعملية الادارة والتخطيط للمعلومات بفعالية كأنها مماردة لذا على المؤسسة تطوير وظيفة ادارة البيانات التي تقوم بتحليل او بتحديد مطلبات المعلومات على مستوى كامل المؤسسة وتمكن من الاتصال مباشر مع الادارة العليا دي برضو يا شباب نحن من اعتبرها من المطلبات المهمة ايضا تكون ادارة البيانات المؤسسة مسؤولة عن السياسات والاجرات التي يمكن من خلال ادارة البيانات كموارد المنظمة يعني هذه الادارة ايضا بتضع السياسات بتضع اجرات ايضا تضم هذه المسؤوليات تطوير سياسة المعلومات كالتخطيط والاشراف والتصميم وقيره وكذلك تطوير غاموس البيانات واللي هو قلنا يا اخواننا هو يستخدم في وصف غواعد البيانات كذلك مراقبة كيف يستخدم اختصص انظر المعلومات والمستخدم هذه البيانات يعني شنو لابد ان يكون في طام او دليل عشان يوضح كيف للمستخدم ان يستعامل مع هذه البيانات ويتعامل مع هذه الانظمة هذه العناصر المهمة ايضا من العناصر الهامة في بيئة غواعد البيانات ايضا تعتبر من مبادئ الاساسية في ذلك البيانات ان البيانات هي ملكية المؤسسة يعني دي برضو حاجة مهمة جدا البيانات تعتبر ملكية للمؤسسة وليست ملكية لافراد او مؤسسات او 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 مجموعات وانما كل المؤسسة كذلك لا يمكن ان تنتمي البيانات الى اي وحدة في النظام البشري النظام بشكل حصري لا يمكن ان تنتمي البيانات الى اي وحدة في النظام بشكل حصري يجب ان تتوفر ايضا البيانات لأي مجموعة تحتاجها يعني اي مجموعة هي تحتاج لهذه البيانات يمكن ان تأدي مهمة تحتاج المؤسسة ايضا الى صياغة سياسة المعلومات اللي تحدد الغواعد لإجراء المشاركة والنشر والاستقطاب والبناء والتصنيف هذه كلها بتحتاج المؤسسة عشان تحدد بها غواعد عملية المشاركة والتصنيف أيضا تنظيم سياسة المعلومات الانفورميشن بوليسي وطبعا الإجراءات والمسؤولات التي تحدد أي وحدات تشارك المعلومات يعني المعلومات دي ينبغي أن تشارك مع من وطبعا دي أخواننا بداية بتكون مرتبطة بالصلاحيات الأفراد أي حد ينبغي أنه تتحليه البيانات التي تخطص وظيفة عمله ومتى يكون توزيع المعلومات الزمن وما المسؤول عن تحديث وصيانة المعلومات دي كلها نحن بدأت طور عناصر هامة جدا في غواعد البيانات أيضا إدارة البيانات في وظيفة تنظيمية يتم إثبات ملكية أو مكانتها وهميتها وإنجازها نحن من اختبر عناصر مهمة جدا نجي شوف المطلبات الإدارية للنظم غواعد البيانات أول مطلبات منهجية تخطيط وظيفة البيانات ربعا لأن غواعد البيانات بدود علينا بفوائد كبيرة جدا لذلك لابد للمؤسسة من إجراء عمل التخطيط واسع للبيانات كذلك من الضروري تحليل كامل المؤسسة بالتركيز على مطلبات المعال يعني ينبقي أن يحصل تحليل كامل عند إنشاء قاعد البيانات جديد من أجل تطوير هذه النظام وكذلك يهدف تحليل المؤسسة إلى تعليف الكينات الأساسية أو الكينات الأساسية نحن نسميها الكينات الأساسية والصفات والعلاقات التي تربط بين المنظمة إذا الكلام ذا تهدف تحليل المؤسسة إلى التعرض بالكينات الأساسية اللي هي المكونات الأساسية زائد الصفات وطبعا علاقة الصفات بالكينات الصفات تستخدم في وصف الكينات كذلك العلاقات أيضا إدارة تكنولوجيا غواعد البيانات دي من برضو من المطلبات وده تحتاج غواعد البيانات إلى برامج جديدة وقادر مختص مدرب على تغنية على تغنيتها بالإضافة إلى هياكل البيانات كذلك طولت هذه المنظمات مجموعة تصميم إدارة غواعد البيانات عشان تهتم بتعريف وتنظيم هيكل غواعد البيانات وعملية الصيانة عملية التصميم المادي العلاقات المنطقية كل هذه أيضا من المطلبات المستخدمون أو اليوزرس وطبعا دي مجموعة كبيرة جدا من المختصين والمهدربين وغير المختصين دي تكلها بتمثل المطلبات لغواعد البيانات في تحديات أو في عقبات أيضا بتواجه نظام إدارة غواعد البيانات بشكل فعال توزيع الصلاحيات دي واحدة من العقبات يا هوانا وطبعا يؤثر تطبيق نظام عقبات البيانات لتغاسم السلطة بين الموظفين فغواعد البيانات بتجي غد تحول صلاحيات شخصي لشخصي آخر من أجل مستخدم المؤسسة أو غد تكون تدمج بعض الصلاحيات لذلك بيكون الصلاحيات تم توزيعها لحسب مهمة الشخص اللي بيقوم بها مما أدي إلى حدوث مغارن من الأكسام في كثير من الأكسام بتحقيق نفسها أنها ضررت بسبب السلبة الصلاحيات لكن في النهاية المصلحة الأهم من ذلك كله أن المصلحة في النهاية تعود عن طريق هذه التوزيع بيدعود إلى المؤسسة أو ملكية البيانات تصبح من نصيب المؤسسة كذلك ملكية التبادل للبيانات والمعلومات كله إدارة وقسم في البيانات التغليدية يحفظ معلوماته ولا يتيح عملية التبادل أما أنصمة غعد البيانات هي تتيح عملية التبادل والبيانات ومشاركتها مع الآخرين من أجل مصطحة المؤسسة وكذلك من الدعم مركزية غواعد البيانات موازنة التكاليف والفوائد في كثير من الأحيان بتكون تكاليفاً انتقال إلى بيض رواعد البيانات أو الديتابيز منجمين سيستيم بتكون واضحة وكبيرة على مدى الغصير زي شراء التجهيزات الاتصالات البرمجات بحيث نحن نعتبر أن استثمارات مجدية ومفيدة لدى المنظمة تقريباً بهذه الجزئية نحن بنكون خلصنا من المحاضرة التاسعة ونتمنى لكم في ختام المحاضرة التوفيق والسداد على أمل اللغابكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة على أمل اللغابكم